موسيقى للأسف الشديد صرنا ننتظر مثل هذه المناسبات كي نستشف الدروس الأخلاقية التي يجب أن تقدم للنظام الجزائري خاصة في أزمته مع المغرب هذه الأزمة التي فقدت فيها الجزائر بسبب نظامها الكثير من القيم الأخلاقية والقيم السياسية وحتى القيم الرياضية أيضا هذا النظام الذي بلغ به الوباء أو ما تسمى فوبيا المغرب لحد شوها صورة الدولة الجزائرية ظهرها دولة لا تحترم الجيران دولة لا تعرف كرم الظيافة دولة لا تحترم ضيوفها دولة تخلط ما بين السياسي والرياضي دولة تخلط ما بين الدبلوماسي والعسكري دولة تخلط ما بين السياسة والدبلوماسية والرياضة والاقتصاد فيها مثل الأزمات التي تندرع بين الجزائر ودول أخرى الدول التي تحترم نفسها تفرق فرق شاسع ما بين الاقتصاد الاقتصاد في جانبه وفي مجاله الرياضة في مجالها الأزمات الدبلوماسية والديبلوماسية في مجالها العسكر في ثكناتو كزرناتو لكن في الجزائر كل شيء مختلط الحابل بالنابل هذه البلاد التي لم تعد تطيق حتى سماع أبنائها فضلا أن تستمع لمن لديهم خصومة معها الجزائر التي صارت تطارد أولادها تطارد طاقاتها تطارد كفاءاتها لا لشيء إلا لأن لديهم رأي مخالف لقيادة العسكر الذين أصبحوا يتدخلون في كل كبيرة وصغيرة وصل بهم إلى أنهم يرتبون غرفة نوم من يسمى من المفروض رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع ومن المفروض أن واحد رئيس وقائد أعلى القوات المسلحة أنك تسميه وزير للدفاع وفي هذا المنصب يصير تحت أمر رئيس الوزراء أو الوزير الأول أو رئيس الحكومة أعتقد أن هذا الخلط لا تراه إلا في جزائر تحكمها الثقنات وليست المؤسسات